أنا عايزك تسمع هذه المقتطفات الصوتية لدولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وهو يتحدث بصراحة ووضوح ومكاشفة وبمنتهى التهزيب يعني زمان جداً إحنا كنا إذا وده كان فرض جدلي زمان برضو يعني إذا رئيس الوزراء زمان اتكلم معنا وده ما كانش بيحصل تقريباً فكان بيتكلموا معنا بقدر من التعالي يصل إلى درجة اللهم كانوا بيقدبونا يعني وده كان شيء غريب جداً يعني عندنا رئيس الوزراء فعلاً خلوق هادئ الطباع واضح إلى أبعد الحدود اسمع هذه المقتطفات الصوتية وهنرجع نكمل الكلام إزاي بيحصل ترشيح للملفات بالتأكيد بيبقى بيشارك فيه كل المؤسسات المعنية في الدولة يعني بيبقى فيه توجه من رئيس الوزراء نفسه المكلف بيبقى أحياناً هو بيرشح عدد من الشخصيات اللي هو يعرفهم بحكم تعامله واحتكاكه على مدار هذه الفترة وده اللي بيحصل وفي نفس الوقت بيطلب في ملفات أخرى رأي الجهات اللي موجودة في الدولة وهنا في الحالة دي الجهات بتبقى بيعمل إيه؟ بتجيب تقييمات لمرشحين من كل المجالات وهنا بيبقى بناءاً على الرؤية بنبقى عايزينهم سواء من جوة الحكومة نفسها أو من خارج الجهاز الحكومي وبالتالي اللي بيتحط قدام رئيس الوزراء المكلف سبقة الخبرة بتاعة المرشحين في كل وزارة احنا بنقراها بنشوف ايه هي سبقة الخبرة بتاعة هذا الموضوع لكن اللي يعنيني النهاردة في الملفات وأرجو يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه معيار الكفاءة والقدرة على إدارة ووضع رؤية واضحة جداً للملف اللي هو حيتولى مسؤوليته ودي كانت أهم شيء بالنسبة لنا أو بالنسبة لي أنا كرئيس وزراء أنا بقعد أبص واستعرض سبقة الخبرة بالتأكيد الشيء المهم للحالة اللي حضرتك بتقولي عليها وأثيرت الشهادات من الأول هل هي شهادات سليمة ولا شهادات غير سليمة اللي التأكيد اللي أنا بأكده لحضرتك لا هي شهادات سليمة وموثقة ومعتمدة من جهات إنما هل هي معتمدة أو معترف بها جوى المجلس الأعلى لجمعات المصري ده قول آخر لكن خلينا أرجع لحاجة أهم هل النهاردة ده بيبقى شيء شرط أساسي إن أنا أختار المرشح إنه هو لازم يبقى معاه هذه الشهادات بالتأكيد لا الأهم بالنسبة لنا الأهم بالنسبة لنا القانون المصري بيقول إنه بيبقى راجل خريج وعنده خبرة عملية وعنده شهادة يعني معتمدة أو شهادة جامعية أو مؤهل عالي فالموضوع ده بيبقى متحقق أي شهادات أخرى ماجستير دكتوراه دبلومات دي بتبقى حاجات كلها بنعتبرها يعني شيء إضافي لكن المعيار إيه وخلينا أتكلم بمنتهى الشفافية المعيار في ظل التحديات اللي بتبقى موجودة في كل مرحلة القدرة على إن الشخص اللي بيتم اختياره ملم بصورة كبيرة جدا بملف اللي هو حيبقى مسؤول عنه وعارف المشاكل والتحديات اللي موجودة فيه عنده رؤية ولا لأ لكيفية اقتحام هذه المشاكل والتحديات وإن الرؤية دي ما تبقاش رؤية تقليدية وإن الأهم تكون عندها بعض يعني الأفكار الجديدة وقادر إنه يتعامل مع الملفات وعنده مستهدفات واضحة بيقول أنا حقدر يتحرك في القضية دي بالشكل ده وحعمل دي وحعمل دي وحعمل دي